بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام البنات من تكونوا بخير وفي صحة جيدة يا رب اللي رأيكم تشوفوا فيها أول مرة نقولكم ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا جرس باش يوصلكم كل جديد وأكيد متتبعات الغالية على قلبي اللي دي ما حضرين معي ولو بالمشاهدة رأيكم تنسو لي هذا الجام تنسو لي الكومنتار المحافز كما انتوما علقوا لي ديلولي الجام على الأقل الفيديو يوصل الأكبر ناس في اليوتيوب هكذا باش يطلع لي الفيديو أكيد تطلع القناة نبدأ أول حاجة بالمقادر وطريق التحضير اللي حبوا التغماس الوصفة تعلية سبيسيال مؤليكم واحد الضلمة تاع الساردين وش نقولكم عليك ما نقولكم بنينة بنينة قليل في حقها نحنا وش عندي نص كيلو تاع ساردين نقيتون نحيط لديك سلسول كما نقول نحنا الزيل المهم وغسلتو نقيتو درت له شوية ملح هنا عندي حباب صلمة وسطات تواب الخاصة بالسامك عندي أيضا ملعقة صغيرة تعالى مطارد وعندي ثاني شوية كمون الزوج ملعقة يكونوا كبار ممسوحين تعالى شابلير وعندي ثوم هنا من جهة أنا حكمت لاشوارت عي رح نرحي كل في لاشوارت وما تقدروا تعجنو بيدكم مش شرط لاشوار اللي مايحبوش مرحي لكن أنا نحب كل شي يكون مرحي رح يمدلكم واحد القاوم رائع هنا لكل نصف كيلو تعسير دين تقدروا تضيفه نصف كما نقول نحنا كيس تعالى أرز يكون طيب وكما نقول الطيفات يكون طيب مليح واللي تدير لاشابلير كما ندير أنا نفضل لاشابلير هنا زيت شوية دبشة اللي يعني هي الوصفة أنا مايحبشها كمان افتي بزاف لماعدوس خاوزوش تعالي ثاني مايحبوش لهادات لقوني الأغلبية نحط يعني الدبشة هنا واشدرت بالزيت تراني نكور في الحبات بعد ما رحيتهم فلاشوار تعالي نشكل في الحبات تشكلهم كما تحبو هنا بالنسبة اقول لكم يعني الروز اللي حب الروز مغلي ويعني وتحطوه في كما نقول في بلاس لاشابلير حطوه عادي أنا نفضل هذا الطريقة نحس الحبات التعسردين نحس تبقى كما رحي هنا أنا حطيتهم فقط شرحت من قبل لكن كما نقل نلقيت تساؤلت بزيف فيديو تعلق المقلات الهوائية من جهة واحد اخرى قمت حبة طماطم كبيرة ولا يزوج حبة صغيرة قشرتهم سكرفجتهم كما نقول حطيتهم زيتون عندي نفس التواب اللي حطيتهم في السردين زيت فقط ملعقة صغيرة طماطم مصبرة اختيارية لكن كان الله يبارك طماطم حمارة ومشاء الله لا تزيد اذا كان لديكم طماطم حمضة اضعوا حمضة على رأس المغرف سكر سوف نحل لكم هذه الحموضية الملح بيسر بعد قليت هذه المقونات كامل رأيكم تشوفوا يزيد في المسخون هؤلاء الحاجة على الفخار ولا تعطين لا تحب تمرقوها بالماء برد يعني السخط اللي كنت جيد طيب فوقها سوف يتشق لكم الطاجين أو المرميط أو المرميط أو المرميط أو الشرب المهم اهم مرقوب بالماء السخون يجب يغلي هنا بعد تحمر لي هكا شوية هادو كل حبات هكا السرد حطيتهم فلاصوس يشربوا لي 1-5 دقائق هنا تحب تحب تفلح اختيار تحب تفلح هادو ترجع لكم هادو هادو اللمسة الاخيرة حتى تكون واحد البنة سبيسيال هنا بعد ما طاب لي راح واجد راح نرجع للخبز تاعي اللي كان الطرية 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 لبنها تخفيف البنين وش نقول هنا عندي كاس تحليب دافي نص كاس تعمى مغرف صغع كبيرة تاع خامرة الخبز مغرف كبيرة تاع السكر هنا انا درتو ميلانج بين السميد سميد سميد هنا استعملت النوعية عمر بن عمر أنا من استغناش على عمر بن عمر يعني جربتوا في المعجنات كامل سواء المسمى نشخ شوخة الحق طاربي دماء يحمر لوجه خاصة شكارة تاع خمسة كيلو لعشرة كيلو هنا وش زيت 4 كاس تاع زيت نباتي تقدروا تزيد وزيت زيت زيتون كما تقدروا ثاني تحطوا مغرفة زيت مع مغرفة زبدة هنا زيت لمسة حبة حلاوة الشارم الخبز هذا يبنى تطلع الكوشة هو حبة حلاوة زرارة كما نقول ثاني مغرفة صغيرة سانوج زيت مغرفة كبيرة خل الخل يجعله قطني أكثر لا يجعله يهبط لكم في الخمر زيت ملعقة صغيرة ملح وراني نخلط كما راكم تشوفوا لا يرى بوزي لأول الصح تزيد سميد حاول تخلط ملح وكذي ثاني الكاس هذا الثائل لول الفارينة لازم تخلط ملح من حملة لكما يضير الكومش الكوائرات في الخبز من بعد نزيد الفارينة بالتدريج كما راكم تشوفوا الطريقة الليران نخلط بها نخلط في نفس اللي عندها البيترا تقدر تعجن في البيترا هذا لا يحتاج العجن يعني غير خلط يبق وحط الفارينة كي تلقي العجينة تكون الطريقة في نفس الوقت لا تلسق لكم بزائف لكن خلوها الطريقة تكون الطريقة الطريقة خلوه يخمر من جهة تقدر تكسر الخمور مرة مرتين أنا كسرت الخمور كما نقول مرة أنا رح نحكم هكا كوائرات لدي يدي بالزيت بشك ما يلسق لجين في يدي عندي من جهة سميد كما تقدر تستعمل ثاني لشابلير ترمض لشابلير يعطي محد البن ولا أرواح هكا تستغل ثاني لشابلير اللي يعني اللي تحب تستغل الخبز مرحي تح ثاني هادي طريقة ثاني أستيس تقدر تستغل الخبز المرحي هنا ندير كوائرات صغار هادو تقدر تدير هم زوج كبار كما تقدر تدير هم أنا جوني هنا خمسة الفارينة ما نقدر لكم شحل بديتلي لأنه كان الفارينة تشرب نقدر نقول لكم بديتلي زوج كيسان ونص نقدر نقول لكم زوج كيسان الحساب النوعية الفارينة نضيف نفس لامرق لكن نلاحظ ساعة تشرب ساعة تكون مليحة هنا كما راكم تشوف راح نكوور نشكل راح نخلي هم راب وهاكاك واحد الخمس دقائق نقرس هم في البلاتو من بعد نحل كما راكم تشوف اكيد ما نحل هم شو بزيف يكون الفرن سخون على أعلى درجة الخبز يحب الفرن يكون سخون على درجة نخلي يزيد يخمر لكي نشوف الضعف في الحجم ونحط يطيب لي شوف ومشاء الله كيف يجيكم حماية مرخ خفيف قطني هشيش صورة للناس اللي تحب التغماث كما راكم تشوف احتاد الضلم جات طرية ما شاء الله جات بنينا الضوق صدقوني كما تديروش الرز الضوق تحسوه كأنكم تاكلوا في الحبة تاعد أنا نظن أنه الرز يبدل شوية الضوق تاعد الضول ما بزاف لهذا نفضل أني ما نضيف الوصفة تعلي ما راها كملت أكيد ما تنسوش تدير لي هذا الجام نستن تعليقاتكم تحفيزاتكم خلو لي هذا التعليق المحفز مش حكا نولي لحط لكم وصفات الله كما أنتم شابين في الأخير مع لي أغنقلكم تهلا في روحكم مع وصفات أخرى إن شاء الله في أمان الله اشتركوا في القناة